يتي هذا فيما اتهمت المنظمة الأهلية الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع وصول الطواقم الطبية إلى مراكز تطعيم الأطفال ضد الفيروس فيروس شلل الأطفال وذلك في قطاع غزة وأضافت المنظمات أنه تم تطعيم ثلث العدد المستهدف من حملة التطعيم في قطاع غزة مؤكدة الأهمية البالغة لضرورة استمرار هذه الحملة من أجل الوصول لكافة الأطفال لمواجهة هذا الوباء خشية من انتشاره على نطاق واسع ولسيما بعد اكتشاف الحالة الأولى للإصابة به بعد انقطاع دام 25 عاما